موسيقى السلام عليكم الاقتصادية المفصلة من الميادين إلى العنوين موسيقى أقليم دارفور السلام ثمن للتنمية الاقتصادية موسيقى جمهوريات الققاز مصالح الدول الكبرى تضعها على تقاطع أنبيب الغاز موسيقى أهلا بكم تعهدت قطر تقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة أعمار إقليم دارفور غرب السودان في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تصدفه الدوحة لدعم السلام كما تعهدت ألمانيا بمبلغ ستين مليون يورو فيما اكتفى متحدثون آخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في الإقليم الغني باليورانيوم والنفط ويصعى المؤتمر لجمع سبعة مليارات ومئتي مليون دولار من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى في دارفور إلقاء السلاح والانضمام إلى اتفاق سلام الدوحة دعوة إلى الحركات المسلحة وجهها المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور فيما تعهد نائب الرئيس السوداني بالحوار مع حاملي السلاح والمعارضين بشأن الدستور الدعوة شكلت أولوية لدى المجتمعين في الدوحة فبنظرهم أن عمليات الإعمار بدون وقف الحرب والعدائيات بين الأطراف المتحاربة مضيعة للوقت والجهد والمال سبعة مليارات ومليون دولار تقديرات استراتيجية للتنمية في دارفور وخلاصة المؤتمر الاتفاق على ألية تقضي بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق بنيات أساسية ومصادر مياه حقيقية وخدمات لأهل دارفور من مزارعين ورعات ما يضمن الاستقرار ويجنب الاحتكاكات التي تؤدي إلى اشتعال الحروب فلا ينسى أحد أن مبعث الحروب في دارفور كان الجفافة والتصحر والنتيجة مليون وسبعمائة ألف نازح وثلاثمائة ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة في هذه المواقف المناسبة فإننا ناشد الحركات التي لم تنظم لعملية السلام بعد إعادة النظر في مواقفها واللحاق برقب السلام وتعليم مصلحة أهل دارفور وتمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الألية المتفق عليها تقضي بإدارة تعهدات المالية على أرض الواقع في دارفور لمدة ست سنوات وتراعي رغبات المانحين في التمويل عن طريق الحكومة أو عبر نافذة الأمم المتحدة أو الوكالات التابعة لها أو عن طريق السندق ويذكر أن هذا المؤتمر يأتي في وقت لم تفلح فيه الجهود الدولية على مدى سنوات في تحقيق الاستقرار بإقليم دارفور منذ أن رفع المتمردون من غير العرب السلاح عام 2003 في وجه ما أسموه إهمال الحكومة السودانية التي يسيطر عليها العرب لشؤون الإقليم تخطط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا لمقاطعة بعض الشركات التركية بعد ثبوت مشاركتها في تخريب اقتصاد البلاد الوزارة تسعى للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على أن تتضمن الإجراءات وعدم السماح لها بالاستثمار لاحقا وعدم التعامل معها سواء بالاستراد أو التصدير نبقى في سوريا حيث تسعى السلطات إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من خلال بيع العمولات الأجنبية مباشرة إلى المواطنين ما يقطع الطريقة على الصيارفة الذين يروجون الدولار بأسعار مرتفعة ويتوقع أن تشهد ألية بيع العمولات الأجنبية تغييرا جذريا حيث يخفض المبلغ المباع لأغراض الإدخار إلى ألف دولار وتستحدث عملية بيع عمولات أجنبية بقيمة مائة دولار شهريا لكل مواطن للضغط على أسعار السوق السوداء وإجبار التجار على تخفيضها الطيار الشعبي المصري يبحث عن برنامج بديل لإنقاذ الاقتصاد المصري ولهذه الغاية التقى عدد كبير من الخبراء والباحثين الاقتصاديين في مؤتمر تشاوري يسعى إلى تطوير المفاهيم الاقتصادية التي تحمي المجتمع المصري وتؤمن له المستلزمات المستلزمات الأساسية والرفاهية وعرضت خلال المؤتمر مجموعة من الأبحاث كان أبرزها دراسة عن المردود الاقتصادي للطاقة الشمسية وأهميتها كمصدر للطاقة المتجددة إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في اقتقليص مستوى البطالة حيث يمكن لعملية إنتاج مائة ميجاوات من الكهرباء الشمسية أن يوفر أربعمائة وظيفة للشباب المصري في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضع المصر كلها على حافة الانهيار والتي يدفع الغالبية الساحقة المسحوقة من المصريين فتورتها يقدم التيار الشعبي نموذج بديل وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي حذر من تماد المواطنين بسياسة الاقتراض بعدما أقر البرلمان الكويتي قانون إسقاط فوائد القروض والذي يمنح أعفاءات واسعة لشريحة كبيرة من المقتردين من المصارف التقليدية وكان مجلس الأمة الكويتي قد وفق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلكية التي حصل عليها المواطنون من المصارف وشركات الاستثمار قبل نهاية شهر أذار مارس من العام 2008 مع عفائهم من الفوائد وإعادة جدولة ما تبقى منها وأثار القانون جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أي أعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقتردين من بنوك أو شركات إسلامية وزير الخزانة الأمريكي جاكلو ناقش مع زعماء الاتحاد الأوروبي سياسات النمو العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبعد لقاءه رئيس المفوضية الأوروبية هرمان فان رومبوي أكد له أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة يعتمد على الوضع المالي في أوروبا نتطلع إلى مواصلة المفاوضات والنقاشات الاقتصادية المكثفة حول مختلف المواضيع وعلى رأسها القمة المقررة لمجموعة الثماني ونحن مقتنعون بأن تعاون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمر ضروري لتقوية الاقتصاد العالمي على كبروس أن تردخ لشروط خطة الإنقاذ التي فرضتها منطقة اليورو وإلا عادت قرورا إلى الوراء وزير المال القبروسي هاريس جوجاتس أكد أعلن أن انسحاب بلاده من منطقة اليورو ليس على جدول الأعمال حاكم البنك المركزي في كبروس بنيكوس ديمتري ديادس أكد أن فكرة ضريبة على الودائع المصرفية فرضتها أوروبا وكان النقاش يدور حول صفقة إنقاذ قيمتها 17 مليارا وليس 10 مليارات يورو التي أقرت وتحتاج الجزيرة المتوسطية إلى 75 مليون يورو خلال الشهر الحالي لتفادي التخلف عن سداد المستحقات فيما يصل عيز السيولة إلى 160 مليون يورو عيز الميزانيات الإسرائيلية يصل إلى 11 مليارا و600 مليون دولار خلال الأشهر الاثنين العشر الماضية أي ما يشكل أربعة ونصفا في المئة من الناتج المحلي بارتفاعا يصل إلى ثلاثة بالألف عن المسجل خلال الفترة المنتهية في آذار مارس من العام الماضي وبلغ العيز المتراكم خلال آذار مارس ثمانمائة مليون دولار مع العلم أن الولايات المتحدة خفضت معوناتها المالية لإسرائيل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها ثلاث جمهوريات لا تجمعها سوى الجغرافيا على مفترق الأمبراطوريات الكبيرة وأمبراطوريات يملي وجودها على هذه الدول صراعاتها وسياساتها ومصالحها الاقتصادية على رأسها شبكات أنبيب الغاز أميل بارودي تتفق الإدارة الأمريكية ومعظم الخطاع الخاص المهتم بالكوقاز على ضرورة تجاوز دول المنطقة خلافاتها إن أرادت أن تسلك طريق الازدهار الاقتصادي والاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية من المؤكد أن الإنماء الاقتصادية لدول الكوقاز لا يعتمد فقط على المعطيات الاقتصادية بل أيضا على أنظمة سياسية صحيحة وعلاقات أمنية جيدة التوترات كثيرة في المنطقة أذربيجان متحالفة مع تركيا لمواجهة أرمينيا أرمينيا تتحالف مع روسيا وتصادق إيران لمواجهة تركيا وأذربيجان وجورجيا تحاول المحافظة على علاقات طيبة مع الجميع لمواجهة روسيا أملا باسترجاع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية منها والاستمرار تدفق النفط الأذربيجاني عبر أراضيها من خلال أنبوب باكو تبليسي جهان من الحدود الغربية لتركيا هناك خطان يتنفسان لتصدير الغاز إلى أوروبا الأول هو خط نابوكو الغربي عبر بلغارية والثاني هو الخط عبر الأدرياتيكي وكلهما سينقل الغاز إلى أسواق أوروبا الأساسية تركيا من أكبر المستفيدين من تصدير النفط والغاز من أذربيجان إلى أوروبا فالطاقة تمر في أراضيها وقد تفضي المصالحة الإسرائيلية التركية الأخيرة إلى استخدام الغاز الإسرائيلي البنية التحتية التركية نفسها للوصول إلى الأسواق الأوروبية من واشنطن إميل بارودي الميادين تجاوز حجم التبادل التجاري الخارجي لإيران 94 مليار دولار خلال العام الإيراني الماضي مصلحة الجمارك الإيرانية لفتت إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة سنوية بلغت 6% وانخفض حجم الاستيراد بنسبة تجاوز 13.5% وعلى الرغم من تجديد العقوبات بلغت صادرات إيران غير النفطية خلال العام الإيراني الماضي 41 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستيراد 53 مليار النمو فائق السرعة في الصين يعيش آخر أيامه وفق الرئيس الصيني تشي جين بينك الذي تحدث خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى باو من أجل آسيا وأكد أن الاقتصاد الصيني قوي وابطاء النمو يهدف لإحداث تحول في النموذج الاقتصادي وتسعى الصين إلى خفض اعتمادها على التصدير وذلك لمنع الأزمات الاقتصادية العالمية من التأثير على صناعاتها بكين رفعت من معدلات أجور العمال لديها بهدف رفع معدلات السيولة لدى الأفراد ما يزيد حجم الاستهلاك الداخلي ويوجه جزءا رئيسيا من التصنيع لتلبية الحاجات المحلية للمزيد الميادين دوت نت نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء